موسيقى حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج الإسبوع الثقافي كل الإجلال والتقدير لأرواح الشهداء في موقعة الأمس 14 أغسطس عندما قررت وزارة الداخلية أن تفض اعتصامي النهضة وربعة العدوية الحقيقة سقط عدد من شهداء الشرطة وصل إلى 43 وأيضا سقط أعداد أخرى من الجانب الآخر والحقيقة أن بطولات الشرطة في هذا اليوم أعادت إلى أذهان أناس كثيرين الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه الشرطة في حماية أمن الوطن والمواطن البعض يرى أيضا أن يوم 14 أغسطس جدير بأن يكون عيدا جديدا للشرطة المصرية عوضا أو بدلا من 25 يناير في الحقيقة ضيفي اليوم هو لواء شرطة الأستاذ الدكتور أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية شرطة دبي برحب بحضرتك كل العزاء طبعا لكل من سقط من شهداء وخاصة الشرطة المصرية التي تحاول أن تبدأ صفحة جديدة مع الشعب المصري وتعيد الأمن لربوع الوطن لكن اعتصامي ربعة والنهضة رغم أن وزير الداخلية أعلن أنه استنفذ كل الوسائل السلمية وكان هناك إطالة بهدف الوصول إلى حلول سلمية ولكن لم تنجح الحلول السلمية ثم بدأ محاولات الفضل فتم الاعتداء على الشرطة فردت الشرطة ومحاولة التقليل من الخسائر وفي تقديرات خبراء كثيرين بيروا أن هذا العدد من الضحايا يعتبر عدد مثالي بالنسبة لحجم الاعتصام تعليق من حضرتك هو بالفعل اعتصامي ربعة والنهضة تم فضهم بصورة جيدة جدا كمان سواء من ناحية الفض نفسه أن يحدث فض أسلوب الفض نفسه التوقيت بتاع الفض مش التوقيت إمتى تفض لا التوقيت إنه الزمن في إنك تاخد تفض وبالذات النهضة انتهى على طول لأنه أنا بعتبر كتالنهضة دي نوع من أنواع المكان البديل المتحرك كما كانوا يتحركوا ويدوب حطين أماكن بس كده للسبات مش أكتر من كده إنما الرابعة هي كتالأساس اللي بقى فيها وجود وأساس إنما بالنسبة للنهضة كان الأمر بالنسبة للقوات أسهل بس الحمد لله قدروا يستطروا على الموقف كويس وده موقف يحسب للقوات اللي كانت بتفض سواء كانت زباط أو أفراد أو 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 ده شيء جيد بالنسبة لهم وبالنسبة الرابعة نفس الكلام برضو ولذلك هتلاقي إن الجامع اللي كان موجود في رابعة خرج منه ناس كنا شايفينهم قدامنا على القنوات الفضائية ما عملوش حاجة شاروا الحاجات بتاعتهم ومشوا لما لقوا قاداتهم مشت ومش موجودة وده العدد زي ما بقول العدد ما كانش يخوف الناس يمكن المدنيين أو اللي ملهمش في هذا الأمر يخافوا من كمية العدد العدد ما يخوفش ليه لأن العدد ده مقسم مسترق لمجموعات فيه ناس اليه المنقدين اللي قاعدين اللي لما يؤولهم يمشوا حيمشوا دول بالطبع مشوا أو مشوا مش مش قبلوا الاعتصام مشوا مع الاعتصام ترايا شايفينهم لشالينه الشنط ومشين دول وفيه الناس اللي هي بتتعامل وفايتنج وفيه الناس اللي هي القيادات اللي هي هيربت في الأول أو مش متواجدة أو أشيع زي ما تقال على وسائل الإعلام أنه تم القبض عليها مرة وكذا لحد ما سيد وزير الدخلية طلع فيه تصريح مساي وقال لم يتم القبض عليها عن فارق كبير أو إن شاء الله لو تم القبض عليها لأن دي هي اللي بتحرك هما الناس بتتعامل بالتعليمات. بالضبط. اعمل كذا اعمل كذا فلما أنت تقطع ده كأنك قطعت السويتش بتاع الحركة. طيب بس كان فيه فرق ما بين النهضة وما بين ربع العدوية. يعني كان واضح جدا أنه عملية الفض في النهضة كانت أيسر وأكثر سهولة في ربعة الأعداد أكبر بكثير أعداد المعتصمين أيضا إشارة ربعة مكان فيه مخارج ومداخل كثيرة جدا في منطقة سكنية لدرجة أن بعض الخبراء الأمنيين قالوا أن دي أكبر وصفوها بأنها أكبر عملية تحرير لأكبر عدد من الرهائن يمكن في التاريخ. يعني أنه باعتبار سكان ربعة كانوا أجبه بالرهائن. فرق بالرهائن والنهضة أن ربعة أعخذت وقت طويل على لما بقت ربعة بالشكل ده خمسة واربعين يوم قاعدين من أول ما جم خيام بسيطة وبعد منصة وبعد ألعاب وبعد مدينة ملاهي وبعد عملوا صور مبني الأول صور بالطوب العادي وبعد صور مبني ما هو تطور التطور الطبيعي زي ما احنا بنسميه وبعدين شوية كانوا هيعملوا لو طالت شوية أكشاك خشبية عشان يقدروا يشطه بقا ومساكن عملوا حاجات سابقة التجهيز وبعدين جنريتور كهرباء وخلاص بيتعايش مع الوضع كأنه كامبنج زي اللي بيعيش عيشت الكامبنج ولكن مش في خيام كمان وده بسبب طول المدة مستوطنة أشبه مستوطنة فعشان كده كان فضها صعب مش صعب الوقت طال بتاعها شوية مش زي النهضة النهضة كانت يدوب عملية زي ما احنا بنقول النهضة كانت يدوب أشياء محطوطة وكانوا حتى النهضة بيعتبروها الشيء المتحرك بيطلع منها مظاهرة بيطلع منها يروح يقف قدام سفارة يقف قدام مزارة إنما الرابع هي الأساس هي الشغل الفجر زي ما اقول المقر الرئيسي كان فيه 57 قتيل في النهضة و137 في ربعة وباقي القتلى أو الضحايا كانوا خارج إطار الاعتصامين عشان الناس ما تتخيلش أن الـ 421 دول كلهم في ربعة أو في النهضة لا 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 ده هم يعني قرابة المتين بس في النهضة ده بناء على مزارة الصحة نفسه يزيدوا ينقصوا يعني حيبان بعد كم يوم بس مش هيزيدوا نفس الزيادة اللي بين يعني أو اللي حتبقى ملئة العدد ده بالنسبة للعدد اللي كان في الاعتصام يعتبر كويس يعني هذا الانجاز لأنه كان تقديرات أنه هو يعني في ربعة مثلا على سبيل المثال كان في بعض تقديرات بتقول أنه يعني لا يمكن يتفض إلا على الأقل منمم يعني فيه ألف والله يا سستاري أنا كان يعني يمكن اللي يلقاء في في أحد القنوات من أسبوع يوم مش قبل من أسبوع يوم الحد وتسألت قلت لهم أنا تقديري خمسمية ومساكل فقال لك لأ ده بيقولوا تلات تلاف لا بالعدد كده أصلا العدد الكبير هيقسم ناس هتمشي وناس هطهرب وناس مش هتقعد وستات ما انت كل ده داخل سيدات داخل فيها العدد ده فعشان كده قلت خمسمية وجات 421 على الكل عن نحيتين كمان في اعتبر كويس حتى الشرطة الناس الشهداء اللي ماتهم من الشرطة اللي ماتهم من الشرطة لا التلاتة واربعين دول لو تيجي تحسب النهضة وربعة هتلاقي العدد الكبير ما ماتش في الفرط العدد الكبير ما ماتش في الفرط ما مات في اقتحام الأقسام طب أنا قبل ما أروح لموضوع الأقسام واقتحامها أنا عايز برضو أشير إلى نقطة مهمة جدا لأن هؤلاء الشهداء من الضباط والأفراد والجنود يحتاجوا إلى تعديل في المعاشات بتاعتهم ونوجة نظرك أنا بحيي حضرتك وحضرك سبقتني في هذا الأمر هي مش تعديل في المعاشات هو المفروض بأمانة أن يعمل صندوق وصندوق مش هنقول من الشعب ولا حاجة من الشرطة نفسها اسمه صندوق الشهداء ناديد به كثيرا دي للمرة الثالثة اللي أنا بنادي به وبنادي باسم زميلي الصغيرين الزباط اللي بيكتبوا لي وبيقولولي فعلا محتاجين هذا إن الشخص حتى اللي نازل المأمورية هو عارف إنه حيموت ممكن يموت محدش عارف حمره هيبقى فين بس على الأقل يبقى مأمن ولاده أسرته تعيش بشكل لائق مش محتاج أنا عارف حيقولك الوزارة لما هتلاقي رد الإعلام والعلاقات أو الوزارة إحنا بنعمل لهم مبنعمل لهم أسرته مبنعمل لهم حجو وبدون راعيهم لأ أنا حاجة تبقى سبتة يعني لما نقول هو معاش الغيط رائد أعتقد ألف جنيه أو حاجة زي كده المفروض كان بيعمل أما يتعمل أما ياخد قرار شهيد مفروض ياخد معاش ليوه مساعد وزير لو أعلى حاجة كان حيوصلها ما هوكونه مات في الطريق ما وصلش له مصاعد وزير ده معمول بي أم لا حاجة بتطالب أن هو ده أنا المفروض بقى طالب بيه وحتى لو معاش كده معاش ما هتلاقوش كبير لأن المعاش هو المعاش هتلاقيه 3000-4000 جنيه بعد الاستقطاعات وبعد الكلام ده كله لا أنا عايز يتحطط مليون جنيه دول كوديعة كوديعة لأولاده لزوجته ناس تعيش بكرامة أبوهم قدم أو أخوهم أو ابنهم قدم أغلى حاجة طوصة حيك وديعة باسم كل شهيد بمليون جنيه فيكون عائدها مثلا حوالي 10-11 الناس تعيش بكرامة مش محتاج بقى أن أسأل ودور بالإضافة لو عايزة الوزارة تزود وده شيء يبقى كويس إن أبناء زوجات أسر الشهداء تعين في الوزارة تعين يضمنوا لهم بحيث ده المين ده قبل ما يكون للشهيد حضرتك ده للناس التانية للزباط التانية يقولك اللي مات أخو أسرته ما تعبتش يبقى أنا حابق أنازل وأنا مطمئن على أولادي وأنا مطمئن على أخواتي إحنا عايزين بس نضيف حاجة سيادة اللي هو إن هذا المطلب قد كده واضح عدلته يعني نتمنى يريد أنه ينسحب على كل الشهداء أيضا مش بس شهداء الشرطة شهداء الثورة وأيضا شهداء قوات المسلحة من جنود وغيرهم أنا مع حضرتك وكل من يضحي بروحه وهي أغلى شيء أغلى شيء لأجل الوطن لابد أن الوطن يعني يردله الجميل في أهله تمام بس أنا بكلم على هيئة الشرطة أنها تقدر تعمل ده من داخلها من داخلها مش هتحمل الدولة حاجة يعني من حتى ده حتى الزباط الصغيرة والأفراد بقولها استقطعوا مننا مبلغ يعمل الصندوق ده وسهل أنه يتعمل سهل فيه صندوق كثيرة في الشرطة موجودة بس مش للمعشاء للشهداء يعمل صندوق للشهداء ده هتلاقيه هتلاقي الزباط ساعتها لما يستقطع منه عارف أنه ممكن ياخده مش هو طبعا أهله لو جر له حاجة والمليون جنيه والأكتر من مليون جنيه ما تعدلش أنت مش بتديله يعني ولا تساوي حاجة يعني حياة الإنسان طبعا أغلى بكثير وبأمانة برضو الواحد يقول يعني يحتسبهم عند الله شهداء الناس اللي نزلت وضحت أنك في يوم خلال 12 ساعة أقل من 12 ساعة يموت لك 43 واحد منهم 18 زابط من رتب مختلفة من أول رتبة اللواء إلى الملازم الأول دي لها دلالة سيادة اللواء يعني فكرة أنه اللواءات تسقط شهداء عقداء يسقطوا شهداء الرتبة الكبيرة ده معناه يا دي أول مرة من فترة آه من فترة ولو أنه هم لواءات صغيرين بس معناها معناها فند مرضو كبير معناها أن القائد كانجول مع رتبة ما كانش بيرسل الجنود وهو قاعد في العربية لا ده كان يعني في الصفوف الأولى صح وأن دول حتى اللواءات اللي ميتة دي اللواءات صغيرة مش كبار يعني مثلا الله يرحمه الشهيد محمد جبر كان لسه واخد لواء في الحركة دي كان لسه عميد ومترقي لواء في الحركة دي ده في كرداسة ده بتاع كرداسة اللواء محمد جبر وفي اللواءات صغيرة دي كانت مسبحة مؤسفة يعني أنا عايزة أنتقل للهجوم على الأقسام يعني إزاي يعني الناس يعني مش مستوعبة إزاي كل هذا النجاح الباهر في ربعة وفي النهضة وفي نفس الوقت الأقسام تترك بلا تأمين كافي أو تفاجأ بهذا الهجوم في 21 قسمة أصلا مش عادة مش 1 أو 2 أو 3 يعني ده برضو يحتاج تفسير من حضرتنا ده مؤشر والله هو التفسير بتاعي يعني 21 قسم المفروض فيه خطة المفروض على ما أيام ما كنا موجودين كان فيه حاجة اسمها الخطة مية لتأمين القاهرة الكبرى تشمل أقسام وتشمل بنوك وتشمل مؤسسات حيوية ويمكن قبل هو كنت تقول لي سعدتك فيه التلفزيون أيام أحداث السادات ما توفى أو ما استشهد يعني كان فيه خطة نقول خطة مية الناس تنزل تنفذ الناس تنزل تنفذ سبحان الله اللي نفذ الخطة دي هم الطرف الآخر اللي سموه النفير العام لأن من نفسهم من نفسهم يعني إيه يعني هم عارفين لما هيحصل فضف ربعة تنفذوا النفير العام تهجموا على الأقسام وكأن معهم رابط ولذلك هم مواخدين التعليمات من الأول فهم نفسوا الهجوم إنما للأسف الشديد وده اللي مزعلني في الحتة دي بس يعني إن كنا بنشيد بالخطة أو بالبلان اللي اتحط ليه ربعة كان المفروض يكون البلان ده أوسع شوية ويتقال بقى ما يبقاش بلان ده يبقى سيناريو ليه إن أنا أشوف ردة فعل اللي قدامي وبالذات إن ردة فعل اللي قدامي دي يا رصص طارق كانت واضحة وكل بيهدد هنحرق مصر هنولحها هنقلبها مش كان الكلام ده بتقال حضرتك رسمي يعني أنا بهددك خصوصا إن هذا السيناريو فاندم اتكرر قبل كده في ثورة 25 يناير ومن قبله ومن قبله الهجوم على الأقسام وعلى السجون ومتقال يعني مش مخفي يعني مش مثلا خطة سرية احنا عارفين ونمأ إلى علمنا إنهم هيعملوا لا قلب به هيهجمك في إيه في بنوك أسف في أقسام أقسام وبعدين كنائس كنائس على طرح هي دي المستهدفات وبعدين هنخش بعد كده منشاءات عامة هتبقى منشاءات عامة هتبقى بعد كده بنوك هتبقى مترو هتبقى محطة سكة حديد هتبقى عربيات شرطة سيارات عشان متحركة يعني كان يجب إنه يتم وضع خطة وقائية لحماية الأقسام بالتوازي منين ما أبتدي فض ربعة حتى علشان السرية لإن البعض بتيجي تقوله كده يقولك يعني على طول لكل مدريات الأمنة حالة يجيين في قصة يا جماعة احنا أبتدينا فض كله خطة تأمين منشاءات ومفروض أن يكون القسم أو المركز أو المدرية فيه من ما يحمي ما يكفي وإلا لو ما كانش عندي لاستهلاك القوات في الخارج بدل ما الناس تقول والله في الخارج عم مش بره يعني بره في المظاهرات بدل ما الناس تقول هو بيتكلم هذا الأمر عشان وقعت في الستوديو لا يعني فيلد المفروض أن أنا ملقتش دي ومش حقدر بنسبة كبيرة أبتدأ اتصل بالجيش من قبل ويبقى فيه تنصيق أن تبقى الإقسام والمدريات والكنائس محطوط عليها قوات من الجيش مع الشرطة عشان يكملني لأنها كلنا بنكمل بعض ده تأمين وطن هي المسألة مش برايفت مش بقامل حاجة خاصة البعض لاحظ كمان يعني غياب في بعض المناطق للمرور لرجل المرور أو ضابط بينظم المرور أيضا الاتصالات التليفونية بالاستغاسات الخاصة بالنجدة البعض اشتكى من هي يعني أحيانا ما بتردش والله هو يعني النجدة كانت قبل في أيام الصورة وقبلها وبعدها ومن قبل كمان صعب قوي أنها ترد ولما ترد يعني حاول تتصل وكان دايما نقول لك حاول عشان تعرف تتصل ب122 وشوف حيرد عليك إمتى وحيستجيب إمتى يعني زي ما بقوله هي من الأصل فيها دفكت ده لازم المنظومة فيها مشكلة آه كان المفروض فيها المشكلة دي كان المفروض تتصلح من الأول وتربط بشركات محمول ويمكن أنا في اللقاء قبل كأول ده حاجة من الأفكار ربطها بشركات محمولة عشان ترد نعم فيه في البلدان بيعملوا تيست كده بعد تالت جرس لو ما ردتش بتتحسب الغرفة كلها حساب عسير غرفة النجدة بعد تالت جرس لأن اللي بيطلبك ده بيستغيث نعم فما بالك بقى احنا دلوقتي في وقت زي ما بيقوله صعب هيقولك كمان يعني مش هتقدر تلبي هذا الطلب الآن طيب فيه فيه رجل الشرع بيتساءل أيضا يعني أعلن عن القبض على قيادات الإخوان خمسة من الأسماء الكبيرة لقيادات الإخوان ثم تم نفي الخبر وتم تسريب خبر غير مؤكد بأنهم تم القبض عليهم ثم هربوا أو تم تحريرهم يعني أين الحقيقة في هذا؟ والله الحقيقة في هذا عند وزارة الداخلية وقالها السيد الوزير بس بنتأخر يعني أنا أقول لك حقيقة دايما الأزمات من السمات الملازمة للأزمة أنتو صاحبها الإشاعات لازم طبعا الإشاعات دي بتيجي في إيه؟ تلاقي على شريط أخبار مصدر أمني وما يقولكش إيه؟ تيجي على الفيسبوك تيجي على تويتر يقولك كده فدايما الأزمات تلازمها الإشاعات طبقا أقضي على الإشاعات دي إزاي؟ أو الإشاعات دي إزاي؟ أو الملائي إشاعات ظهرت المفروض متحدث إعلامي ولو يطلع ديئتين بالنسبة للإشاعات اللي بتقول كذا أو الشائعة التي تقول كذا إحنا بنام فيها حتى الآن لما يتم القبض إنما مش أستنى لآخر اليوم لما يجي السيد الوزير يقول الباني يبقى كله على بعضه مينفعش أنا أقضي على الشائعة من منباتها لأن الشائعة بتكبر بتكبر زي كورة التلك زي أي شائعة مش كانوا بيقولوا كده زي أشياء دولك تكبر 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 نفس الكلام فكان المفروض يبقى على طول دور الإعلام هنا الإعلام الأمني الصح بقى مواكب للحدث طب هل من الطبيعي يا فندم إنه أفض الاعتصام الكبير بتاع ربعة ولا ألقي القبض على أي قيادة حتى الآن يعني هل ده وضع من ناحية الأمنية طبيعي؟ والله ممكن يكون طبيعي ليه؟ يقول لك والله هم جايز اختفوا مع الناس وجمع الناس كان كبير جايز يقول لك هذا الكلام إنما المفروض إن أنا مصور وراصد ده على هذا الكلام لأن جات فترة لو تفتكر وأنا فاكر كويس قالوا إحنا عارفين هم قاعدين في الشقة الفلانية في المكان الفلاني مجتمعين تفتكرها هل ستسترك؟ بجاية 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 مفروض إن أنا أكون راصد وعندي معلومة بشتغل بمعلومة فيش حد بيشتغل كده المعلومات أساس الإدارة ما عنديش معلومة مش عارفة دي الشغل فعشان كده كان المفروض يطيبط عليهم أما هو إن ما طيبطش عليهم على حسب كلام السيد الوزير مقال المفروض إن فيه معلومات بقى ويقدروا يجيبوهم لأن كل ما تسرع فيه القبض عليهم كل ما انت حتقطع الزي ما احنا نقول إيه التعليمات لأنه هو ده المانج هو ده اللي بيدير هو ده اللي بيقول له اعمل كذا غير كذا وبعدين ده كنوع بيدير زي ما احنا بنقول إيه الإدارة اللي هي إدارة المجموعة أو التنظيم لا ده كمان فيه قيادات اللي هي بتنزل على الأرض اللي بتروح تفجر اللي بتروح تفجر واللي بتروح تعمل اللي بتروح تموت دول برضو كل ده معلومات كل ده شغل بقى إيه الأمن الوطني والمخابرات ودي الفترة اللي جاية اللي أكيد حيركزوا عليها وبالذات فترة حظر التجول هيبتدي الشغل على الدنيا ريئة المفروض إن البلد بقى في حظر التجول حضرتك الناس تساعد الشرطة والجيش الجيش يلابد وأنادي للمرة التانية والعشرة الجيش ينزل بقوة يعني إيه بقوة مش بعنف القوة لا تعني العنف يعني أنفس حظر التجول كما يقول الكتاب اللي ليه يمشي في الشارع مثلا إعلامي رايح مكانه واحد في شهدوية طبيب مستشفى واحد بتاع مخابز كله بينه بالأيدي غير كده ما لاقيش بقى الناس بتجري وردبابات وناس بتهرج وناس بتضحك وناس وقفة عن مواصي وناس وقفين عن مواصي الناس لازم تعين هذا الأمر والجيش لازم ينفزه بحسن علشان يقدروا يشتغلوا لأنه ده الوقت اللي هيشتغلوا فيه يطلعوا مأموريات ويجيبوا الناس التانية بقى الأمن الوطني طبعا عايز هيك تشرح للسادة المشاهدين هو حظر التجول ده إزاي هيساعد الشرطة على أن هي مثلا تلقي القبض على المتورطين في إرهاب بالقاطع فقط أولا حيساعدهم على زي ما احنا بنسميه فلترة الشارع بمعنى إنما الصبح الناس كلها ماشي عادي والدنيا نور والدنيا واضحة نهارية بعد سبعة بالليل خلاص ما فيش حد المفروض إلا للضرورة لو لقيت تجمعات يبقى هنا بتتخذ على طول على طول يعني بتتكشف له رؤية أكتر اوضح الدنيا فاضية إما يبقى قدامك مثلا ناس يقول لك ناس بتحاول تنصب خيام بالليل عشان الصبح تلاقي الخيام موجودة زي ما كان مثلا في جام مسجد الإيمان دلوقتي وهم بيشيعوا للجثمين الشرطة كتبتشيع الجثمين والجماعة كتبتشيع الجثمين وارد جدا ده سيناروس أنا بقول لك الصبح وارد تلاقي عند صلاة الجمعة في صلاة جمعة بقرة هتلاقي وارد جدا أن يتحط خيام تاني بقرة تانية هنقعد نشيل من بقرة لبقرة من جيب لجيب لا على طول أنا اللي احنا بنسميه استباقية الحدث لازم يقع عندي استباقية الحدث ولازم أنا روح خلاص أنا معايا قانون طوارق دلوقتي غير الحظر التجول في قانون طوارق دلوقتي ممنوع بقى الاعتصامات وممنوع الكلام بكله كله ده يتشال من الأول عشان ما عملش جيب تاني ويبقى أجيب مصطفى محمود الجديد وأجيب مسجد الإيمان اللي جنبه اللي في مكرم عبيد الجديد ونعيش في ظل الجيوب دي ما ينفعش ما ينفعش لما تتعامل مع أمن في وطن لابد أن تتعامل بقوة طيب قوة لا تعني العنف نعم تعني الحسم وليس أنصف الحلول ما تمشيش نعم أنصف الحلول لا تسترق لا تمشي أبدا ولا تجدي يعني بتعامل مع أمن أمن يعني أرواح طيب أنا عايزة أسأل سؤال عن مسبحة كرداسة قسم كرداسة وهي الحقيقة هزت وجدان المصريين يعني في كل أنحاء الجمهورية لبشاعة الحادث كان فيه أرب جي ضرب أرب جي ثم تم التمثيل بالجثث أو بالجثامين لشهداء الشرطة يعني أولا إيه هو الأرب جي نشرحه للناس ثانيا هنا ليه ليه فيه تمثيل بالجثث من وجهة نظر حضرتك الأرب جي ده عبارة عن مدفع بيحمل على الكتف اللي بمترب بالدبابات يعني ساروخ انطلق آه أيوة لأن القصف بتاعه يمكن نصف الدراع كده بيبقى موجود على الكتف وحتى بيطلع لا بدل ده مدفع مضاد للدبابات عشان يوقف الدباب ده زي اللي كنا بنشوفه في الأفلام العربي العربي آيوة الجندي المصري دبابة إسرائيلية أيوة محمد عبدالعاطي اللي هو كان صاعد الدبابات أيوة تمام ما بقاش صاعد الدبابات دلوقتي بقوا صاعدين بيه الايه الأقسام ده دخل سيبنا بقى بقى تقول دخل إزاي ما هده الأمساء وده السلاح وده اللي حضرتك شفته في السنة دي في النعش بزيطة سوري النعوش المحتوطة كمية زخيرة موجودة رهيبة جدا وأغلبية الزخيرة الموجودة رصاص غريب جدا سبعة اتنين الله ينور على حضرتك ملحوظة جيدة جدا رصاص طويل لا لا ومش طويل هو مش موضوع طويل لا أنا حاول لحك هو رصاص ده رصاص البنادق الآلية أو الرشاشات الآلية أو اللي هو الجرينوف اللي هو سبعة اتنين وستين في تسعة وتلاتين اللي هو بتاع الآلي أو البنادق الآلي لكن فعلا وده ملحوظة مهمة جدا وكأن حضرتك يعني يمكن من أهام الجيش اللون بتاع الظرف بتاعه اسود اللون الاسود ده مش موجود هنا في مصر احنا عندنا الظرف بتاعه وبقى لونه اللي هو النحاسي ومعروف هو داخل منين وجاي منين لكن ميات انا بشوفت منظر وهم بيفكوا في الجاس السوداء اكيد جاي من الانفاق هيجي منين لا يعني منشأوا ايه يعني الصناعة ده ده صناعة تركية ولا جاي من لا دي مقدرش حد هالك دي مقدرش حد هالك انما مش بيتظن انت عندك مصنع مصنع ستة وثلاثين ستة وثلاثين حربي هو اللي بيعمل الكلام ده كان انما اللي موجود ده زخيرة غريبة انا شرغيف هكده يمكن برضو خبراء السلاح والزخيرة يكونوا اكثر من هذا طب هم استخدموا الار بي جي طب ليه ليه فكر داسة بالتحديد كان في هذا الحقد او العنف الشديد هو الحقد موجود في كل وقت بس بالشكل ده في توحش يعني اكثر استخدموا فكر داسة ليه منطقة كرداسة منطقة عارف حضرتك زي ما تقول ايه اغلبيتها اللي احنا بنسميها قبلية شوي زي ما احنا بنسميها زي العربوية كده زي استعمال العربوية اللي احنا بنقول عليه الحتة بتاعة كرداسة والهرم نعم بالاضافة لان منطقة كرداسة كان دايما لما حتى بنعمل زيان وانه احنا صغارين مأمورات في القبض كنا بنروح كرداسة منطقة كرداسة ومنطقة ناهية ومنطقة الجيزة وصفت اللبن دي بؤر وتمركزات قديمة موجودة ومعروفة فبيتعاملوا من هذا المنطلق ممكن يخزن سلاح يخفي سلاح ان انت مش هتخفي سلاح في وسط مدينة وسلاح زي كده سلاح كبير حضرتك جدا ما يتخافاش في وسط مدينة الدنيا مفتوحة هناك كرداسة والهرم زي تجارة القصار والكلام ده كله استطاعوا كنهم يتعاملوا مع هذا الكلام ما جاش عشوائي برده طيب هنعرف ليه كان العنف ده شديد في هذا القسم بالتحديد من اللواء دكتور أحمد توفيق ولكن بعد هذا الفصل ترجمة نانسي قنقر حرابيه 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 إذا الشعب يوما أراض الحياة فلابد أن يستجيب القادر ولابد للليل أن ينجلي ولابد للقيدي أن ينكسر إذا الشعب يوما أراض الحياة فلا بد أن يستجيب القر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر دا مين اللي قال بس مش قادرين نحد الطارق نعا ونمشي منين هنقدر وبقرة هتحكي الثنين تقول إحنا كنا في رحظة هنا هنقدر إذا بس ومنتفق نقول كلمة واحدة ولا نفترق ساعتها تارينا رح يدخلت ووصدنا ونمشي في كلنا كذا الشعب يوما وراد الحياة فلا بد أن يستجيب القر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر في جزمك سياده كلابه يبوسه وفوق الغلابة جزامهم يدوسه وشعد كل لاتي يا مصر غموسه مزلة وحرية وحوجة ومر كفاية مهانة كقصري وصور وقرفض طاطي وطل عيسور وكسر قولك وعد القسور وعرف إنك اتولدت حر كذا الشعب يوما وراد الحياة فلا بد أن يستجيب القر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر بسطنا عن الدر لبكرة بشوق ونحلم ونعلم بأحلم نفوق ويحظة ما نوصل هنقدر ندوم حرية وحشانة من زمان وإيك تقول مش هتقدر لأ هتقدر وفادل ع الحلم ده وحشانة من نفوق موسيقى رجعنا لحضراتكم وبرنامج الإسبوع الثقافي بأعيد ترحيب باللواء الدكتور أحمد توفيق أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية شرطة دبي برحب بحضرتك كان قبل الفصل كنا بنتكلم عن مسبحة كرداسة وهذا العنف وترجع ده إلى مجرد بس تواجد أسلحة من هذا النوع الـ RPG في هذه المنطقة ولا في أسباب أخرى هي تواجد أسلحة في هذه المنطقة الإرهاب بيعطيك أقوى ما عنده عشان يؤثر شوف اللي خلينا نقعد نقوله وناس نقول مسبحة والناس تخاف ويمثلوا بجسس شيء ما شافتهش الإنسانية إنك تمثل بجسس بني آدم مصري زيك بلاش هنقول مسلم مصري زيك يعني ما فيش طار بايت ما بين مثلا الزباط بتعكر ده سببا بين الإخوان زي ما أشيع هو لو عنده هذا السلاح لأن السلاح ده سلاح مش سلاح مدن ده سلاح سلاح حدودية مناطق حدودية وحروب تلاقيه دايما في سينة شغال أكتر سلاح شغال في سينة شمال بالزات سينة وجنوب سينة شغال أوي للأربجي ده على طول مناطق كبيرة إنه عايز اتساع وأماكن واسعة ده الأربجي والهون عشان تشتغل بيهم يعني فهو ده كان متوفر عنده في الحتة دي فقال لك يضرب إيه؟ يضرب اسم وبعد ما ضرب كمان بيوري مدى قوته إنه هو يتشفى طب إيه اللي هيستفيده لما يمثل بالجسس يعني ده شيء بشع جدا نوع ما هو بشع بالنسبة للحضر أو شيء يعني إيه الاستفادة؟ هو الاستفادة منه إظهار قوته إن أنا لسه قوي إن أنا قادر بس ده إظهار ضعف لا يا فندم حضرك هو ما تقص بمنطقك دايما أقيس أقيس بمنطق اللي قدامي دايما كده في زي علم تفكير السيناريوهات أشوف الأساس طارق بيفكر في إيه؟ ولا الهدف ترويع يا فندم؟ ما هو أنا أقول حقا يعني إن أنا أخوف الناس ده أنا متوحش يعني ما هو إظهار قوة ما أنا أقول لحضرك هو إظهار قوة قوة لمن؟ قوة للشرطة أقول لك شوف أنا قادر نعمل معك إيه؟ أما يتقال دلوقتي الناس بتقول إيه؟ ده بضربه بالأربجي مع إنه هو ضرب في منطقة واحدة هل ممكن يضرب فناطق تانية؟ أيوة لو كان عنده لو كان عنده أربجي أو لو ما حدش عارف طيب ده فندم ينقلنا لسؤال مهم جدا وهو اللي بيشغل بال المصريين دلوقتي هو إيه اللي هيحصل؟ واتس ناكست؟ يعني إيه الخطوة القادمة بعد فض الاعتصامين؟ هل هيصعد منحنى الإرهاب؟ ولا يعني هيهبط بمعنى إن الشرطة والجيش والشعب نفسه كمان هينطصوا هذا الإرهاب وهيقضوا عليه؟ وإيه توقعاتك؟ هل هتعود يعني طريقة الإرهاب هتعود لفترة التسعينات والتفجيرات واغتيالات شخصية سياسية محددة؟ يعني نوع الإرهاب هيبى شكله إيه؟ لو فيه إرهاب هيستمرين؟ نبتدي بالتوقع أو هو مش توقع نبتدي بالسيناريو التخيلي اللي ممكن يحدث واللي سبحان الله هم ماشيين على هذا السيناريو لا يغيروه شكرا